دفعة أخرى لتأجيج الصراع في اليمن وحولها الوقت والأسلوب المناسبان الذين هددت بهم الإدارة الأمريكية قبل يومين لمعقبة مطلق الصواريخ على بارجاتها في المياه الدولية قبالة السواحل الغربية اليمنية جاء أسرع من المتوقع الجيش الأمريكي أعلن أنه شن ضربات بصواريخ كروز على ثلاثة مواقع رادار ساحلية في مناطق خاضعة لسيطرة بنيشيا الحوثي مؤكدا أن تلك الضربات تأتي ردا على هجمات صاروخية فاشلة هذا الأسبوع على مدمرات للبحرية الأمريكية قبالة السواحل اليمنية وقاد المتحدث باسم البنتاقوم بيتر كوك إن هذه الضربات المحدودة للدفاع عن النفس نفذت لحماية أفراد جيشه والسفن التابعة للجيش الأمريكي وحرية الملاحة في هذا الممر الملاحي المهم مشيرا لأن الولايات المتحدة سترد على إي تهديد آخر لسفنها وحركة السفن التجارية حسب الحاجة تأتي هذه التطورات المتسارعة عقب هجوم ثاني استهدف المدمرة يو اس اس ماسون قرب محفظة الحديدة وبعد أن أكد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن ترى مؤشرات متزايدة على أن المقاتلين الحوثيين وراء الهجوم على المدمرة الأمريكية قبالة السواحل اليمنية وبهذه العملية تدخل الأزمة اليمنية منعطفا جديدا سيلقي بتبعاته على مساريها السياسي والعسكري وفيما يتوقع بعض المراقبين أن تكون هذه العملية خطوة لتدويل الصراع في اليمن بشكل جدي ودخول لاعبين جدد بكل تأثيراتهم يرى البعض الآخر أن هذه العملية لن تتجاوز الضربات الخاطفة على مواقع تهديد الملاحة الدولية ولن يكون لها تأثير على مجريات الصراع في اليمن أكثر مما هو قائم ولكن ما لا يمكن تجاوزه هو أن الأزمة اليمنية لن تمضي من هذه اللحظة بذات الطريقة التي كانت تسير عليها خلال العامين الماضيين ترجمة نانسي قنقر